بعد صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبا إلى الملوك والأمراء يدعو هؤلاء الملوك وهؤلاء الأمراء إلى الإسلام وكان ممن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا كان هرقل لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل طلب هرقل أن يؤتى أحد من قوم ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي والذي أرسل ذلك الكتاب فجاءوا في التجار وكان هرقل في ذلك الوقت في بلاد الشام فكان هناك سيدنا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وكان معه نفر من قريش فقالوا أيكم من قوم ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال سيدنا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه نحن فجاء بهم إلى هرقل فقال أيكم أقرب منه نسبا قال سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه أنا فجاء به وقال جعلوه في الأمام وجعلوا أصحابه خلفه وقال لترجمان كل أصحابه إن كذب علي فليكذبوا فجعلهم خلفه قال سيدنا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه فلولا أني أخشى أن يأخذه علي كذبا لكذبت عليه يعني لكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن أمر الكذب أمر كبير عند العرب سأله هرقل أول ما سأله ما نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال هل كان أحد يقول ذلك القول قبله قال له لا قال هل كان في آبائه من ملك قال له لا قال أضعفاء إن أدعوى ضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم قال بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون قال هل يرتد منهم أحد سخطة عن دينه قال لا قال هل يكذب قال لا قال هل يغدر قال لا ولكننا منه في مدة لا نستطيع ما يفعل فيها قال سيدنا أبو سفيان فلم أستطع أن أدخل إلا هذه الكلمة أن يدخلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف قتاله معكم قال الحرب بيننا سجال قال له هرقل سألته كيف نسبه فيكم فقلت هو فينا ذو نسب وكذلك الأنبياء تبعث في نسب من قومها وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فقلت لا فقلت لعله رجل يتأسى وسألتك هل كان من آبائه من ملك فقلت لا فقلت لعله يطلب خرج يطلب ملك آبائه وقلت وسألتك هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم فقلت ضعفاؤهم وهكذا الأنبياء يتبعهم الضعفاء وسألتك أيزيدون أم ينقصون فقلت يزيدون وهكذا الإيمان وسألتك هل يرتد منهم أحد سخطة عن دينه فقلت لا وهكذا الإيمان إذا خالطت بشا شتك القلوب وسألتك أيكذب فقلت لا فقلت ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أيغدر فقلت لا وهكذا الأنبياء لا تغدر وإن يكن ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي ثم أخرج هرقل كتابا وإذا في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك إثم الآريسيين ثم تلى قول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتقذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فكونوا اشهدوا بأننا مسلمون